سلام عليكم واهلا بكم من جديد. النهاردة ان شاء الله بإذن الله معنا سيوانة جديدة في من شركة امي اس ايزا مواضح كده. موديل البوردة اه اكس خمسمائة وسبعين داش اي روب. ولكن الموديل طبعا ان احنا هنشتغل عليه زي ما احنا عارفين ام اي اس داش اه سيفن سي سيفن وي بتاعنا سري اه بوينت وان. طيب اه بالنسبة ليه المازر بورد دي العامل قال ان الجهاز كان شغال وفجأة اه لقى دخانة طالعة من المنطقة الخاصة بالمعالج. طبعا انا نفعت بالنسبة لنا السينكات هنا ولكن فعلينا لسه مشتغلتش على المازر بورد. ولكن لاحظت من خلال عندنا حر على هنا. طبعا اه ممكن ما يكونش يوضح معنا على الكاميرا ولكن هنشوف الكلام ده باذن الله تحت الميكروسكوب. وكمان الجهة التانية من اه البوردة بتاعتنا. يعني في اه كسر اه على اه من الايس هات. اعتقد انه ده ممكن يكون عبارة عن اه مصفت اه درايفر. وخلونا دلوقتي نروح للميكروسكوب عشان نشوف الكلام ده ونتابع الكلام ده الصورة تحت الميكروسكوب هتكون واضحة بالنسبة لنا بشكل كتير. طيب خلونا كده نشوف بتاعنا لعليل الحرق. زي ما واضح قدامنا كده الحرق على. اه طبعا الايسي ده هو الخاص بدايرة المعالج بتاعتنا. اللي بتحكمني فيه كل او الخاصة بين المعالج. كمان ناحية التانية من على خلونا كده نشوف اللي احنا بنقول اه ان عليه كسر. زي ما واضح كده قدامنا ان فيه كسر على اطراف الايسي. ممكن طبعا الايسي يكون شغال ولكن طبعا اه مسبقا انا لما شفت الكلام ده من خلال صراحة ان الايسيهات دي ما كانتش معبودة عندي او متوفرة عندي في المرتبة بتاعتي. وطلبت الايسيهات دي وقلت لما الايسيهات تيجي بازن الله تعال نحاول ان احنا نعمل تصيانة للبرتة دي مع بعض تمام? اه بعيدا عن الكاميرا عن الفيديد ان احنا نرفع الكنترول بتاعنا. اللي هو خاص بدايرة المعالج اللي كان عليه حرق زي ما قلنا قبل كده. شعرنا بس نظهر الكلام ده مرة تانية على شاشة الميكروسكوب. وممكن بعض اللي نفسها اه طالما في حرق بالشكل ده. ممكن بعض اللي نفسها تحت تحت ان هي تتعوض. هنعمل الكلام ده بعيدا عن الكاميرا عشان بس وقت الفيديو بيشتويل معنا. ونرجع نكمل مرة تانية مع بعض. طيب خلونا نشوف الشغل بتاعنا اه تحت الميكروسكوب اللي احنا عملناه. طبعا دي الجهة الخلفية من عندنا ده كان في مشكلة. اه كان مكسور. وبدأنا نحن نغيره. كمان في بعض اللي ما كانتش موجودة معي. يبدو ان اه تم التعامل مع المازر بورد بطريقة غير احترافية. وبالتالي احنا عوضنا كل المكونات اللي كانت تقصى معنا. ركبنا الكاباستور ده المقاومة دي. والكاباستور ده هو اخيرا اه الريزيستور دي. تمام? طيب. خلونا نشوف الناحة التانية من المازر بورد او الكنترول نفسه. الكنترول زي ما احنا شايفين دلوقتي احنا غيرنا كنترول بشكل كامل. الحمد الله ما كانش فيه غير مازر واحد هو لمحتاج تعويض. صحيح ان المازرين تحت الكنترول نفسه كانوا محتاجين تعويضه. ولكن في واحد فيهم من خلال الاسكماتيكوية. اه لقينا ان الحاجات دي مش محتاجة اه تعويض معنا. طيب. خلونا نشوف الكلام ده بشكل اوضح على البورد فيو. ده الكنترول بتاعنا. طبعا البنة اللي كان فيها مشكلة معنا او المسار بتاعها مش موجود. البلنا رقم خمسة واربعين. وعملنا جامبر زي ما احنا شفنا تحت الميكروسكوب على طرف المكسف اللي هو آآ تسعة. الطرف التاني برضو ما كانش موجود معنا اللي هو الطرف رقم ستة واربعين ولكن فعليا فعليا آآ ده ما كانش موجود اساسا او ده او آآ نوت كوننكتت تمام؟ طيب الخطوة اللي بعد كده المفترض ان احنا نجرب المازر بورد ولكن آآ مش دي الحالة آآ بتاعة المازر بورد اللي معنا. طيب ليه الكلام ده? بكل بساطة لان المايكرو كنترول بتاعنا ده محتاج عملية برمجة قبل آآ ما نبتدي ان احنا آآ نشغل المازر بورد بتاعتنا تمام? طيب خلونا نروح للاسكماتيك بتاعنا. ده الكنترول بتاعنا اللي هو آآ خمسة وتلاتين آآ ميتين واحد. وخلونا نكون فاكرين بس العنوان ده اللي هو آآ آآ بي او بس ادرس. آآ العنوان بتاعنا اللي هو سبعين. لان هنحتاج العنوان ده في عملية البرمجة. تمام? بكل بساطة هنبتدي ان احنا نوصل اطراف المبرمجة بتاعتنا. المبرمجة بتاعتنا مش تشغل ايس كورسي او ايس ما بص على الاطراف رقم اربعة وعشرين وخمسة وعشرين اللي هي بالنت وطبعا بالنت ونبتدي ان احنا نتعامل بعد كده على المبرمجة. عن طريق الانترفيس بتاعتها او الواجهة بتاعتها والكلام ده كله ان شاء الله بازن الله هنشوفه مع بعض آآ بكامل التفاصيل. تمام? طيب خلونا دلوقتي نفتح الانترفيس بتاعتنا او البرنامج اللي هنعمل بيه عملية البرو جرامنج. هنوصل المبرمجة. نضغط على الايكونة دي. اما حاجة ان هو يجيب لنا دلوقتي العلامة دي تكون باللون الاخضر. ده معناها سلامة توصيل المبرمجة. ولكن طبعا لسه ما فيش آآ اي اي سي ارى معايا على ده عشان آآ الباور مش واصل معي الاي سي بكل بساطة. هنبتدى ان احنا هنشغل باور سابلاي. انا دلوقتي مش اغل البوردة على البوردة سابلاي وهبتدى ان انا هشغل البوردة بتاعتي باور. البوردة اشتغلت باور. وبالتالي هنعمل عملية سكان مرة تانية. زي ما احنا شايفين كده الاي سي بتاعنا ارى. ولكن آآ انا شاف ان العنوان بتاعي زيرو تمانية. هو مديني فعلا نفس رقم الاي سي اللي هو خمسة دلاتين ميتين واحد. المفترض على حسب ان الادرس بتاعنا آآ سبعين بي لكس. ولكن هو اري معايا هنا زيرو تمانية صراحة انا ما عنديش تفسير للموضوع ده. خلونا كده نقرأ الرجسترات. زي ما احنا شايفين كده ان بتاعنا المفترض ان انا شريك جديد ولكن ما اعتقدش انه هو جديد. عامة على اي حال خلونا نبتدن عملية البرمجة بتاعتنا. هنحمل ملف انا مجهز الملف ده مسبقا. وهنبتدن احنا نعلم على العلامة دي. وكمان نعمل هنا على العلامة دي. وبعد كده نختار وزي ما احنا شايفين عملية البرمجة الحمد لله تمت معايا بنجاح. وبكده نكون خلصنا موضوع اه الفيرموير بتاعنا تمام? بعد لما عملنا الفيرموير لكونترول اه المعالج هنبتدن احنا نجرب البرمجة بتاعتنا نحطها هنا سينك عشان المعالج بتاعنا ممكن يسخل معايا. وهنرائب بس اللدات طبعا انا نفصلها دلوقتي على البارسة بالغاية الخارجي. وهنرائب اللدات اللد الاولاني من فوق ده الخاص بالسي بيو اللي بعده ودي رام واللد اللي بعده الخاص بي الفيجا. وهي اخر لد معنا هو الخاص بي. وطبعا هنرائب الكلام ده برضو من خلال تستر اليو سي بي. عشان نعرف فعل الماظر بورت بلعتنا اشتغلت معايا تاتا اه ولا لا. عرفتني ان احنا نشغل الماظر بورت باور. ودلوقتي واقف على لد السي بيو. الحمد لله اللدات كلها فصلت معايا. لد السي بيو اشتغل مرة تانية فانا ننتظر بس شوية. وايه اللدات فصلت. لد السي بيو مرة تالتة. والحمد لله الماظر بورت بتاعتنا اه اشتغلت دلوقتي داتا اه زي ما تستر اليو سي بي اه اه او زي ما احنا سمعنا تستر اليو سي بي تمام? طيب بالنسبة للمبرمجة المستخدمة هي دي المبرمجة المستخدمة من شركة ودي المبرمجة الاصلية. لو حضرتك هتشتريها من عليك سي بريس في نوعين من المبرمجات دي في اه الاصلية اللي موجودة معنا. وفي زيها بالزبط تأليد وتكون ارخص بكتير جدا اه في السعر ولكن طبعا انا عفضل ان حضرتك تشتغل بالمبرمجة الاصلية عشان ما تعملش معاك اه اي مشاكل. وطبعا بيكون اه بيفرج من المبرمجة زي ما احنا شايفين كده اربع اطراف. هي طبعا بتوصل والاربع اطراف او التلت اطراف بتوعنا قاسف هي بيكون لها تلت اطراف بس. اه طرف خاص بي وطرف خاص بي وطرف خاص بي وبالنسبة للتغزية الخاصة بي حضرتك ممكن تداره بشكل مباشر خارجي من خلال او بتشغل بشكل طبيعي عن طريق اه زي ما احنا اعملنا النهاردة. وبكده نكون وصلنا لينهاية الفيديو النهاردة ويكل عادة كل اللي محتاجين منكم دعوة من الان